اشتركوا في القناة 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 متلكئة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وثقوا في القناة اشتركوا 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 في القناة شخص على أساس مفجر سيارته وهي متوأمة وتحديدا منكرة الزوبة حمد جيراني في مزرعتي بالوسفية هاي السيارة جوني أهلا قالوا لي لا زالت السيارة ما مفجرة موجودة داخل القرمة الآن خليجوني يشوفونها وانحكم بالعدام حقيقة زيان إحنا بدور مصالحة وريد نسوي عفو عام والآخره انتظروا انتظروا العفو العاملة ربما هذا المعدوم بعادة التحقيق يجوز هذا الرجل ينصف لأنني بالمحصلة النهائية مواني لطلع حمسة ومنه جمهورية شافت طلبكم راح تشوفه طبعا ودن خابرهم أن صار اسبوع سكرتير السيد الحلبوس هو مدير مكتبة صار اسبوع يتصل بالرعازة هاي همينا معلومة جديدة خلي الناس نسمحها وخليز علون عليها الأخوة مدى يحددون موعد موجود مدى يحددون موعد لأنه ده نحشي على موضوع يخص الاعدام والناس تحشي علينا وتريد من عندنا هاي الحقيقة اسمعوها هسا على الإعلام لين انطرينه شا سوي رئيس جمهورية ما يريد شوفني ما عندي خيار غير حشوف به بهذا الموضوع عبر الإعلام يزعل له حر ما يزعل خليجي شوفنا ننطيل أدلة والوثائق وانم سلمي لها وكل جنة مشكلة بهذا الأمر وعنده ستاف كارثي محترم عنده ستاف قانوني يعني على الشكر وتشكيلته وذولا أنا أعرفهم حتى بالبرلمان يعني ده شوف بلاوي بالسجون سجن يأخذ له قاعة تأخذ لها خمسين واحد حاطين بها ألف هاي وحدة ولاكو مي لاكو لكل أكو مخطرات ده تدخل للسجون تعذيب ده يكون بالسجون هذا مو أنا قلته أنا رسمي هذا كاتب به إلى السيد وزير العدل والسيد الرئيس الوزراء والآخرين باعتبار نحن نزور هاي المكانات وأيضا باللجنة القادمة جزء من مسؤوليتنا ولهذا أنا في ضؤل يتفضل بجناب الشيخ النائب عبد الكريم عطان جبوري كمواطن عراق رد وجه رسالة وإحاطة عاجلة لفخامة السيد رئيس جمهورية العراق الدكتور عبداللطيف جمار رشيد المحترم حطولي صورته فخامة الرئيس يعني هو شننشغالاتك اللي تمنعك أن تلتقي نائب منتخب من الشعب العراقي ويتحدث عن قضيتهم أرواح عراقيين فخامة الرئيس إذا مستشاريك وعلى رأسهم أخي الدكتور علي شكر المحترم ما جاي وصلوا لك فاسمح مني أنا المواطن أنور دلف الملة صالح الحمادي الحسين الحمداني أنقلك يا على الهواء كقائد رئي جماهيري أكون نائب باسم الشعب العراقي منتخب هو النائب الشيخ عبدالكريم عبطان الجبوري نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي الحالي ده يطلب لقاءك بشكل مباشر بخصوص توقيعك كل ثنين وخميس على الاعدامات والناس جاءت انتظر قانون العفو العام حتى من خلالها يتم انصاف الأبرياء الإرهاب بالقانون ناخذ جزائنا كعراقين مننا وتاجر المخدرات بالقانون ناخذ جزائنا لكن يا أخي أكو أبرياء أكو أبرياء ليش الاستعجال وليش هالتوقيع اللي جاي تنكروه بينما هو حقيقة فيا فخامة الرئيس أكو شي يشغلك أن تطلب لقاء عاجل الآن الآن طلعوا لصورته ويأن يا أبي الشيخ عبد الكريم عبطان وتناقش هذا الموضوع في ظل وجود معلومات أنه حملة من العدامات ستنفذ خلال عيد الأضحى المبارك كيف ننفذ حملة عدامات في بلد ديمقراطة في عيد كيف اقنعوني أنا ما أفتهم بالقانون مع أني خبير بالقانون من عام الفين وليوم يعني صار 24 سنة اقنعوني شلون يصير عدامات بالعيد مو ديمقراطية على أساس وين منظمات حقوق الإنسان أريد أوجه لكلمة مع أني لا أؤمن بوجود منظمة حقوق إنسان حقيقية لا داخل العراق ولا خارج العراق كلها للدولار كلها للتومان كلها للريال كلها للدينار ولي يعترض علي يطلع يعترض صوت ويسوي بيان الآن بيان إحاطة عاجل الشل تنفذ عدامات مو الكلام إلي كلام للنائب الشيخ عبد الكريم عبطان جبوري نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراق الحالي أنا أحيطك علما فخامة الرئيس بأننا نطالب بإيقاف هكذا أمر حتى يتم النظر بقانون العفو العام رجاءا فخامة الرئيس أحيطك علما بأننا نطلب كعراقين أن يقف هذا البوضوع وأن تنتظر ماذا سيتم في قصوص قانون العفو العام في ظل أدل لكثير أن الكثير ما نعدمه بالمرحلة السابقة طلعوا أبرياء نتيجة مخبر سري ونتيجة اتهامات كيدية وجاي نعيد ما حد يوصلك يا فخامة الرئيس ستعال يا طالب اتوين ارجع لزم المخرج ستعال يا طالب حضرتش المتحدثة باسم الرئيس حضرتش أديبة وعلامية عراقية 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 يعني ما جئت من برعيني يعني كالتويا نفسهم بالحصار عيني ها عيني انتي بلغي لفخامة الرئيس انت أخوي كامل الدليمي حضرتك همين ابن الدليم ما جئتنا لا ورا دبابة ولا ورا جندة امريكية انت عراقي انت رئيس ديوار رئيس وصله لرئيس أخوي هسا ممكن واحد يحكي يقول لي يا ختة احترم اخنا مواطن المواطن هو أصل المسئولية هو أصل الديمقراطية يزعل يزعل وليرضى يرضى كافي عاد احنا مجاملات كافي الحق رواح ناس انظروا بيها نقطة لا سطر وزارة العدل ادي الزنة اول شي ريد نطلع حق الرد المتحدث باسم وزارة العدل حياها الله قلت للأخ دخلوت الزياد اللي هي مديرة العلاقات والمتابعة في برنامج ستوديو التاسعة قلت لحياها الله يطلع عشو الدقيق صورة وصوت لا اكتفى يدزلنا رسالة نصية بالواتساب شو خي يتدازل صاحبتك انت لعد شي كيها صراحة المتحدث وزارة العدل اخيه احنا برنامج واسم الشعب طب قلل مادة 38 من الدستور تطلع صورة وصوت يعجبك يعجبك ما يعجبك براحتك لانه بعدين قال انا اكتفي بالرسالة النصية واحتذر انا طلع صورة وصوت نعم احنا مو مو قاعدين بقهوة احنا مو قاعدين بقهوة احترموا الاعلام الحر حتى الاعلام الحر يتعامل معاكم بالاحترام ونقطع على معالي وزير العدل ان عنده متحدث يدزل رسالة بالواتساب شو الرسالة بالواتساب احنا شو اللي قاعدين نصدقاء احنا ها اخي وزير العدل سدخلوا زيادة شو نصار السلام عليكم عليكم السلام احتيلي شو صار اتواصل بياي مدير مكتب اعلام وزارة العدل طلب حق الرد بخصوص التطريحات اللي ادلاها الناشط المدني امير علي نعم قلت له احنا نعطي حق الرد لكل شخص على ان يجي على استورتها صوت وصورة نعم قال لي انطيني مدة عشر دقائق وارجع لك انتظرت اتأخر اتصلت بي اني فقلت له استاذ مراد مراد الساعدي شاسمه مراد الساعدي مراد الساعدي اول مرة يمر علي اسمه يعني متحدث بسم مزارة العدل والله انا ما مر علي اسمه وصار لي بالحملة سنة سنة حملة يومية منو هذا مراد الساعدي مع حفظ الالقاب والاحترام للسواعد الكرام وايه لشخصيا اجز رسالة واتساب شنو رسالة الواتساب فايدزها حتشيلي فرجع لي مرة ثانية قال اني ما اقدر احضر ربما ماتي ما بعث بس اني رح ادف ميسج صوتي او مكتوب قلت لا لا احنا ما نقبل الحق الراد الا ان يكون حضور بالاستاذ هو الرد مالته كان بخصوص تصريحات الناشط المدني امير علي بخصوص الاعدامات الجماعية يعني الميسج مالته مختصر يقول انه ماكو هيك شي وانه القنوات انت سماعتي الشيخ عبدي كريم عبطانش قال المناسام البارك نعم 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 دلزيل هي اللقاء قل لي لروح اسمع لقاء مناسامي ويا الشيخ عبدي كريم عبطان الجبوري على قناة الرابعة الفضائية الغراء قل له روح اسمع اخو اسمع اسمع ورد ايضا هو يعني بعد ما انا اكدت لانه لازم حضوره بعت مسج قبل دقائق وانه يعني رح يحدد موعد في يوم آخر حتى يحضر ويرد شوفي انا بالعيد احنا ما عدنا برنامج اخد خلود خلي اطلع بموقف رسمي قل لي لا تطلع صورة وصوت للرأي العام العراقي للرأي العام العراقي ندليهم نعم احنا ندليهم اخيانا صال لي ب30 سنة بالعلام الصحف الاستقصائي 30 سنة واحد و30 سنة رح يصير لي يطلع صورة وصوت وورا الشعار مع الوزارة العديل ويتكلم بكلمة صورة وصوت للشعب العراقي ويبين الحقائق اما بالبرنامج حق الرد مكفول الى صورة وصوت حصرا حصرا مو جز رسالة واتساب هاي هاي نقطة على وزير العدل جز رسالة واتساب نعم نعم تفضلي بلغت انه حق الرد مكفول الى باي وقت يريده على ان يحضر للستوديو بالبرنامج ننطي الوقت اللي يريده ما يكن يريده 10 دقائق 10 دقائق حق الرد مالت 10 دقائق نعم 10 دقائق نقد الزمن اللي حتبه الاخ امير علي 10 دقائق و10 دقائق اي نعم 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 اخر شي يعني قبل دقائق كتب لي انه رح يحدث لنا بعدين يوم قل لي لبالعيد استوديو التاسع ماكو خلي طلع هو موقف وقل لي لأحنا نقول للوزير العدل يتريث معالي وزير العدل الساد دكتور خادش وان المحترم يتريث بموضوع الاعدامات حتى يتم النظر بقانون العفو العام ويجب ان يطلع برأي للرع العام العراقي نعم الان بعد متفضل متفضل اهلا وسهلا اهلا وسهلا خلود الزياد شكرا جزيلا هذا تليفون شو جديد اكسرا اكسرا مثل هذا ابو الايفون شكرا خلود شكرا تعال اخذ تليفونك تعال يعني والله تحملوا يا شعبنا بس والله العظيم مش حصا انحنا نحتي وبعد يقول لك انو رحم دوني انو الحمدون يربح دولارات ايو والله لا حول لا قوات ولا ولا لا رد اربح دولارات اقعد لاقش قانون حفوها المهم انا بنتقل بموضوع اخر وصراحة روح للعالم الزميل مخرج بس خل مسح وجهي روح يشل العالم روح روح ايو الاخوة المواطنون الشباب هم عماد بناء العراق الشياب زمنهم انتهت ليش خلي نقولها الشياب العملية السياسية زمنهم انتهت شئنا وابينا او شاء او ابا ولان هذه حكم العمر والزمن والرؤية يعني بال2003 و2004 لما صار الاحتلال وبعدين بدلت العملية السياسية يا جماعة ما كان الشاب العراقي مثل اليوم ترى اش شاء العراقي والله العظيم الان العراقي متطلع للمستقبل بده يتعرف على تجارب العالم يعني لا عبوا لكم الشباب العراقي مثلا الاكثرية يتابعون على سبيل المثال هاي الشغلات مالذن الفاشنست سستات والله ما اعرف الفضاء او غيرها لا لا الشباب العراقي متطلعة اول شيء اهتمامات انا جد سوفها اراقبة على ملاصات التواصل الاجتمام العدوان المستمر على غزة الشاب العراقي الى موقف الى رأي العلاقات ما بين العراق ودول الجوار الشاب العراقي الى موقف و الى رأي العملية السياسية الشاب العراقي الى موقف و الى رأي يعني ما قاعد متفرج مثل ما البعض يتصور لا هو مهتم بذلك نيهاية ما كم قاطعة ما الرقص ما لا 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 الشاب العراقي عنده رؤية سياسية تفوق ما عند شبابنا العربي مع الاحترام له جميعا وبالتالي بدأ يحرج شياب العملية السياسية ليش لأنه العملية السياسية انبنت على شنو انبنت على كم شخصية كانت معارضة اجت فتعتقد انها صحيحة لكنها للاسف لم تتجاوز دورها من معارض الى رجال دولة لكن الشاب العراقي اللي مر بهذه العشرين سنة الصعبة اصبح لديه عقل سياسي يفوق ما يملكه شياب العملية السياسية ولهذا ان اسمعوها من صوتكم وخادمكم انوار حمداني السنوات او العوام المقبلة ستنزاح كل الطبقة اللي شوفوه وتظهر لدينا طبقة او قدرات شبابية فاعلة انا اليوم يسرني ان يكون وياي واحد من الشباب اللي انا اعرفها قبل عشر سنين الاعلامي العراقي الكبير الاستاذ عزيز الربيعي عرفناه كاعلامي تلفزيوني متخصص ومتميز ومن عائلة ادبية وثقافية وسياسية محترمة ولها دورها ولها مواقفها المشهودة في المشهد الوطني العراقي الاستاذ عزيز الربيعي اليوم وضع خط ميزة هذا الخط واختلافه عن بقية الخطوط انه خط وطني انا هايش والله شفتيني هذا الاسبوع لانه بعد استقالته من قناة الشرقية الفضائية الغراء وكان من ابرز الوجوه فيها الان هو بخط وطني متميز كتيار اذا شوف اللقطات الاخيرة اللي التقى انا شفت لليومين المضت انه كان عنده لقاءات مع سيد سمحت السيد عمار حكيم رئيس سير حكمة وايضا مع رئيس حزب الدعوة فرع العراق ايضا كان اكو حوار مستمر ويبدو لي ان هذه السلسلة لا تكتفي بهذين اللقطتين التي هذه واللي راح تظهروا راه وانما اكو توجه للقاء مع كل الشركاء في العملية السياسية وهذه صورتها مع سيد رئيس استاذ خالد رئيس حزب الدعوة فرع العراق طبعا انا من الشباب اللي ويا انا اعرف واحد منهم ستظهر صورتها بعد قليل هو الشاب العراقي المعروف بمواقفه الوطنية الاستاذ حامد السيد استاذ حامد السيد انا من متابعيه ومواقف الوطنية المستستمر بالصورة تستمرت لصورها هذه هم الاربع شباب انا العرف انهم الاستاذ حامد السيد لانه هذا الشاب العراقي الاصيل انا شايف الى مواقف كثيرة وهذه صورتها ويا الاستاذ عزيز ربيعي انه عندهم مواقف وطنية سبقت تيار الخط الوطني للعلم يعني للناس ايضا الاستاذ عزيز ربيعي هو ايضا من اشد المدافعين عن حقوق الانسان بالعراق والمطالبين بانصاف المواطن العراقي سواء السجناء الابرياء سواء الكادحين سواء كل ابناء المجتمع العراقي انا يسرني اليوم ان اطلب لقاءة لاحاورة على الهواء مباشرة واستكشف وياكم عزيز الربيعي كرئيس لتيار الخط الوطني الى اين يمضي هذا الخط وين نقطة يعني عرفنا نقطة الشروع لكن الى اي مدى سيكون هذا الخط مستمر سيد عزيز حياك الله انا سعيد ان التقيك ويشرفني ان نعود لنظهر على شاشة واحدة بعد اكثر من عشر سنوات انا قبل عشر سنوات كنت تتشرف بانه يعني جنابك تكون واحد من اهم المراسلين الميدانيين والصحفين الاستقصائيين والمقدمين البرامج المتميزين والتقينا سابقا في قناة بغدادي الغراء واليوم نلتقي في قناة عبر برنامج ستوديو التاسع الكلمة لك حياك الله شكرا جزيلا لك سيد الكريم استاذ انور الحمداني سعيد ان نلتقي بعد عشر سنوات بعد ما التقينا المرة الاولى في ستوديو التاسع في قناة البغدادية وكنت ابحث في ملفسات في احد المراقد الدينية في محافظة بابل واذكر في وقتها رفعت علينا دعوة ثيناتنا سعيد ان نكرس لمعادلة وطنية في المساحة السياسية في العراق بالاشتراك مع مجموعة من الشباب المخلص الذي استشعر المسئولية في وقت مبكر واستشعر التحديات التي تواجهها العملية السياسية في العراق وايضا هو يطمح الى تأسيس معادلة هادئة تحترم الجميع وقائمة على اساس التعاطي مع الموجودين في العملية السياسية كامر واقع لهم جمهور محترم نطلب منهم ان يحترمون ما نطرحه مثل ما يطالبون باحترام توجهاتهم وتضحياتهم ومتبنياتهم السياسية استسنا الخط الوطني منذ عدة اشهر واجهتنا تحديات فيما يتعلق بالتمويل ومضينا بقصة تسجيل التيار كحزب سياسي بالرقم 310 في دائرة شؤون الاحزاب في مفوضية الانتخابات حتى يمكن ان نحصل على الغطاء القانوني لهذا التيار وان نمارس العمل السياسي بعيدا عن التحديات القانونية والامنية التي قد تواجهنا هناك مجموعة من الصيادلة واساتذة الجامعات والصحفيين والناشطين المؤمنين بقيم الديمقراطية التعددية وتكريس سيادة الشعب واحترام ارادته في قصة الاقتراع العام وايضا احترام مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على ان تخضع جميع هذه السلطات للقانون وان تكرس احترام الحريات العامة وتحميها وفق القانون وايضا تضع حالة مهمة لوقف التجاوز على مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد هذا الاطار العام التيار الخط الوطني وفي الاطار الخاص للتيار هناك تحديات تواجهها محافظاتنا تحديدا بعد عام 2019 هناك فجوة مجتمعية كبيرة في مناطقنا بسبب ما آلت اليه اوضاع التظاهرات وتغيير الحكومات في العراق وعدم استقرار العملية السياسية منذ تلك السنة حتى اليوم الشباب الموجودين الان يسعون الى ردم هذه الفجوة بالتنسيق مع القوى السياسية الموجودة حاليا نحن نؤسس للون سياسي جديد يؤمن بالشراكة والحوار وتصدير خطاب الاعتدال والمنهجية السياسية مع القوى الموجودة حاليا في العملية السياسية لا نحمل شعار المعارضة لشخص معين لكتلة معينة بل نحن نعترض على المعادلات الفاسدة المعادلات التي تؤسس لحكم العوائل المعادلات التي تستنزف المال العام وتؤسس لشرعنة السلاح المنفلت في شوارع العراق يعني أنا أمان تلر أحكي لك أستاذ عزيز يعني عادة مأخوذ بالنظرة الشعبية أنه يقول لك واحد شون يقدر يوازن بين دوره الإعلامي بعدين الدور السياسي أنا حقيقة أردأ أقول لك أنا شايف خطابك وهذه الجمل المنتقات بدقة رغم أنت حجيتها من قلبك ومن ضميرك ومن عقلك أنه احنا بالفعل أمام رؤية جديدة أمام شباب يعني مؤمنين بما يقوله يعني ليس ليس واحد من المجموع وإنما يعني سرب يعلو بالوطن باتجاه خارج الإسراب الأخرى اللي أحدناها لكن أنا أردأ أسأل ليش الخط الوطني يعني تدري الإسم متميز لماذا الخط الوطني الخط الوطني هو مفهوم أخلاقي اعتمدنا كشباب في أن نصدر كمعادلة سياسية جديدة قائمة على قبول الآخر والشراكة مع الجميع والحوار والاعتدال الخط الوطني هو خط شامل انطلقنا بهذا المفهوم من مفهوم الإيثار الذي يتحمله المواطن العراقي للتضحية براحته وحياته من أجل البلد دون الهويات الفرعية الأخرى نحن كشباب نعتز بهويتنا الفرعية نعتز بهوياتنا المذهبية لكن لا نفرضها على الآخرين ولن نسمح لأي أحد أن يفرض هويته على مكونات أخرى في داخل الحدود الجغرافية لجمهورية العراق ما دمنا مؤمنين بتصدير معادلة وطنية غير قائمة على فكرة فرض الإرادات وفرض منطق القوة على الآخرين سواء من خلال العمل السياسي أو من خلال السلاح أو من خلال المال أو حتى من خلال خرق القوانين بالقوانين هناك جهات سياسية تسعى إلى أن تخرق القانون بالقانون هي تكيف مواد قانونية لتفرض ما تشاء على الشعب العراقي نحن نرفض مثل هكذا ممارسات لذلك اخترنا هذا الاسم بعناية بعد مداولات حفيثة مع دائرة شؤون الأحزاب التي رفضت مجموعة من الأسماء الأخرى واعتمدنا الخط الوطني منذ عام نحن سلمناه إلى مفوضية الانتخابات وحصلنا على الإجازة الكاملة بهذا التيار السياسي قبل شهر تقريبا ونحن الآن نعد العدة لإجراء حوارات موسعة مع القوى السياسية مثل ما قلت حضرتك أن اللقاءين مع السيد عمار الحكيم والدكتور خالد الأسدي لن يتوقفا عند هذا الحد بعد عطلة العيد إن شاء الله لدينا مجموعة من الترتيبات مع القوى السياسية السنية المتصدية لقصة مشكلة رئاسة البرلمان أجرينا اتصالات مع كل القوى المتصدية لحل هذه المشكلة التي صدرت إلى المكون السني مؤخرا ونحاول أن نخط خطوات قانونية في هذا الموضوع التي قد تنتهي برفع دعوة قضائية على مجلس النواب العراقي لأنه غير مكتمل للأركان ويفتقد إلى رئيس لمجلس النواب منذ أشهر فنحن نخط خطوات قانونية بعيدة عن التشنج تستند إلى الحوار ووجدنا تعاطف وتشجيع من قبل القوى السياسية التي جلسنا معها هناك صور لم تنشر حتى الآن كانت هناك لقاءات خاصة مع مجموعة من القيادات السياسية وإذا تسمح لي آسف على مقاطعتك لأنني أريد أن أسمع منك أكثر مما أسأل لكن الصور إحنا أخذناه لأنه موقع سمحت السيد عمار حكيم وكذلك الأخ الدكتور خالد الأسدي هم نشروها هناك نقطة إذا تسمح لي يعني أنا صار عندي تضارب صار عندي تضارب يعني سمحت السيد عمار حكيم أول لقاء معه والدكتور خالد الأسدي حزب الدعوة فرع العراق أيضا وأنتم متهمون أنتم متهمون من بعض الأطراف التابعة للشياب العملية السياسية أن أنتم الوجه الجديد للسيد محمد الشياع السوداني وتيار الفراتين يظهر الآن بتيار الخط الوطني يعني مع خصوصية هذا السؤال أحتاج إلى جواب توضح الحقيقة للكل متفضل طيب عندما نشرنا هذه الصور ونحن شباب معروفين بمعارضتنا للمعادلة السياسية القائمة في العراق ومعترضين على المعادلة التي أنتجت حكومة السيد محمد الشياع السوداني والانقلاب على نتائج الانتخابات أنا والأخ حامد السيد والكثير من الشباب الموجودين في المكتب السياسي هو أن أردنا أن نكون أكثر شفافية مع جمهورنا نحن لا نتبنى شعار المعارضة لكل شيء مثل ما تفعل بعض الأحزاب السياسية نحن نعارض السلوكيات الخاطئة في منهج الدولة لكن لا نعارض منهم لديهم تمثيل سياسي في العملية السياسية ولديهم جمهور ولديهم ناخبين لذلك نشرنا هذه الصور من باب الشفافية نحن لا نعمل بمبدأ العنتريات والمعارضة التي تستهدف كل شيء إيجابي ولا نعمل أيضا بمبدأ المخاتل مع الجمهور نحن أردنا أن نكون واضحين بإمكاننا أن نجلس مع قادة الحشد وأن نجلس مع سيد عمار الحكيم وأن نجلس مع دكتور خالد وبعد العيد عندنا موعد مع حركة سومريون وسنزور الفراتين ولا نخجل من الجلوس مع أي كيان سياسي ممثل في العملية السياسية وغير مطلوب للقضاء وغير مؤشر عليه مؤشرات قانونية من قبل مجلس القضاء الأعلى أو المحاكم اللي مرتبطة به نحن نعترض على شكل المعادلة التي أنتجت حكومة سيد محمد الشيع السوداني ولكن عندما تتعرض الدولة إلى هزات وعندما تتعرض منهجية الدولة إلى احتزازات من قبل قوى لا تريد الاستقرار للعملية السياسية ولهذه الحكومة حتما سنتبنى موقف الدولة وموقف السيد محمد الشيع السوداني في وقف هذه العمليات والمضي باتجاه صناعة الاستقرار ولكن هذا لا يعني أننا حزب ظل الفراتين الفراتين حزب سياسي موجود ومعروف هو يعود للسيد محمد الشيع السوداني اللي هو أمين العام لكننا لا نرتبط بهذا الحزب ولا نرتبط بالسيد محمد الشيع السوداني وأريد أن أطمعنا الجمهور أستاذ أنور في مداخلة أخيرة أننا قد لا نكون مشروع انتخابي على الأطلاق قد نكون مشروع سياسي لا يشترك في الانتخابات المقبلة لا بس هذا يعني هذا بالتجارب الديمقراطية والتجارب الأحزاب يعني شلو فايدة يكون حزب ولا يشترك بالانتخابات بس المطلوب أنه من واحد يسوي حزب وعنده هذا الرؤية الشبابية أن يتوجه الانتخابات ويثبت دوره ولو أنت عندك ملاحظات مثلا على حركة امتداد والدكتور على الركاب تحياتي الدكتور على ومرة طالبت على ما تذكر قبل أيام قلت لازم تحترف أنه ليش اندثرت حركة امتداد لكن بالمقابل هل أنتم اسمح لي على هذا الوصف هل أنتم تمثلون شباب شيعة العراق أم شباب العراق لأنه البعض يقول أنه من يكون تيار الخط الوطني هم من الشباب الشيعة حسرا وضح لي المؤسسون لهذا التيار هم شباب شيعة وسنة وكرد هم من أسسوا تيار الخط الوطني وسيتصدرون المنصة في المؤتمر التأسيسي لتيار الخط الوطني بعد شهر ونصف تحديدا هؤلاء هم الذين أسسوا الخط الوطني الشباب الشيعة الموجودين في هذا التيار يعتزون بهويتهم المذهبية لكنهم لا يطمحون إلى فرضها على الآخرين لدينا مشتركات مع أحزاب سنية في صلاح الدين ومع شباب سنة في الأنبار ونجري حوارات موسعة معهم وبعد عطلة العيد لدينا حوار معمق مع حراك البيت العراقي لقود الأخ محل أنصاري وهو شخصية شبابية سنية نحن نريد أن نؤسس لمعادلة وطنية فمن غير المقبول لأنفسنا أمام ضميرنا أمام جمهورنا أمام عوائلنا أمام تضحيات عوائلنا أن نأتي بهذه المسميات الفرعية ونصدرها نحن نعتز بها أنا أعتز بنفسي كوني شاب شيعي ابن عائلة مضحية وحامد السيد ابن عائلة والده معدوم وأخوه معدوم ويعتز بهذا العنوان لكن هل هذا يتيحلنا أنه نقبل على الأخطاء الموجودة عند الطبقة السياسية الشيعية على الأطلاق لا ولدينا ملاحظات كبيرة على حكومة السيد محمد الشاعي السوداني وكل الحكومات التي اتعاقبت وادعت أنها تمثل المكون الشيعي طيب سؤال المعروف عن جنابك من أبرز الشخصيات الوطنية التي كانت ضمن حراك ثورة تشرين المجيدة وتحية لشهدائها ولكل المضحين فيها والمعروف أيضا عن الأخ العزيز الأستاذ الشخصية الوطنية حامد السيد ابن العائلة المضحية وأيضا من وجوه ثورة تشرين المجيدة ربما السؤال يعني هل تشرين عادت بوجه شبابي حزبي يعني هذه الرؤية الجديدة أن لا نعود متظاهرين وأنما أن نعود مؤسسين ضمن حركة حزبية كيف نفهمها؟ يعني أنا تعودت في العائلة أن أكون داعم لأي حركة احتجاجية وإن لم أكن داعم لهذه الحركة الاحتجاجية التي قد أختلف معها في موقف سياسي معين أنا لا أنتقدها كما جرى في تظاهرات الإطار التنسيقي والجماهير المعترضة على نتائج الانتخابات لم ننكل بهؤلاء الجماهير الذين خرجوا إلى الشارع بالتالي المادة 38 من الدستور كفلت لهم التظاهر والتجمع السلمي ولكن أنا أعتقد أنه استمرار العمل بعنوان تشرين قد يعيق ولادة أي حركة احتجاجية جديدة نتيجة الانتكاسات السياسية التي تمثلت في بعض الأحزاب السياسية التي ادعت تمثيل الحراك الاحتجاجي هذا تفسير خطير وهو تظاهرات تشرين تفسيرك خطير لكن هناك الآن سيد عنوار أحزاب سياسية ما زالت تتبنى هذا العنوان التشريني وتدافع عنه بشراسة أمثال حركة نازل آخذ حقي الذين يحاولون ترميم ما طال الحركة الاحتجاجية من تشوهات ومن تجاوزات من قبل الذين تاجروا بها من قبل الذين صعدوا على أكتاف جرحاها وشهدائها وهم يدافعون وهذا رأيهم محترم هم يخوضون نزال مع من يشوه هذا العنوان والأخ مشرق الفريجي أنا أتذكره كان ضمن الشباب الذين وهو مدير عام في الدولة العراقية في زمن حكومة عادل عبد المهدي ترك المنصب وكان يركض مع الدخانيات وكان يصور في ساحة التحرير وينقل هذا التصوير إلى وسائل الإعلام وهو إلى الآن يعني عاش الحالة سابقا وإلى الآن يدافع عن هذا العنوان ودفاعه محترم ونشترك معه في كل الأساسيات التي تتجه باتجاه حلم واحد اللي هو حلم بناء الدولة العراقية ولكن هناك إخفاقات طالت بعض الأحزاب الأخرى هناك أحزاب قالت لن نشترك في انتخابات 21 لأنها ستجري تحت تأثير السلاح ويقصدون بالسلاح في حينها الإطار التنسيقي عندما جاء السلاح بأكمله وهو الإطار التنسيقي بمفهوم هؤلاء الشباب وأجرى انتخابات 2023 هم شاركوا بهذه الانتخابات في القصة هي قصة عبث سياسي من قبل بعض الأحزاب التي تحتاج إلى إعادة ترميم لأفكارها والتعاطي بإيجابية مع نازل آخذ حقي وحركة وعي والخط الوطني وغيرها من الحركات الاحتجاجية الساعية إلى بناء صورة مدنية وطنية عن الاحتجاج صورة غير مشوهة صورة غير مبتزة صورة لا تستند إلى الارتزاق السياسي أن تعارض القوى التقليدية وأن تجلس معها لذلك خطينا هذا الخط الوطني نستعدين بكل وضوح أن نجلس مع القوى التقليدية ولا نخجل من ذلك ونجلس مع السلطة طيب خلني جاء على الوجوه التقليدية سيد نور المالكي في حوار يوم أمس مع قناة الشرقية الفضائية الغراء أكد على أنه أهمية إجراء الانتخابات المبكرة وقال هذا ضمن الاتفاق مع الورقة التشكيل الحكومة الورقة السياسية مع أني أنا كمواطن أشكل عليه أشكل على الورقة ككل أنه هي شيء تنفذ منها حتى بس أنه لازم نسوي انتخابات مبكرة لو أجريت انتخابات مبكرة أنت شنو وجهة نظركم منها وثانياً هل ممكن أن يُعقد لقاء بينكم بين السيد المالكي للحوار بخصوص ذلك مثلاً أو بملفات أخرى كتيار الخط الوطني أنت رئيس أستاذ عزيز سيد أنور دعني أعطيك مقدمة أمان تلّى بسادي أمان تلّى قل لي أنور لا أنا لا سيد ولا شيخ أنور أنور القبل الله يحفظك تسلم القوة السياسية الشيعية هي لا تريد لأي رئيس وزراء أن ينجح هي يعني تريد أن تشترك في لفل معين من النجاح مع أي رئيس وزراء يأتي وأن يحسب هذا النجاح إلها حتى وأن لن تشترك بصناعته فالآن الحركة المتزايدة والنشاط المتزايد للسيد رئيس الوزراء الحالي يزعج بعض القوى السياسية المتصدية للعمل الآن وهي لا تريد أن يكون السيد محمد الشيع السوداني صاحب نقطة القوة التي قد يحتاجها الإطار التنسيقي بعد نتائج الانتخابات وأنما تريد لمحمد الشيع السوداني أن يرتكز إلى نقاط قوة أخرى داخل الإطار التنسيقي من هذه القوة المشتركة في داخل الإطار لذلك لا تريد لأي رئيس وزراء أن ينجح إلى مساحة معينة وبعد أن انطلقت تظاهرات تشرين ارتعت هذه القوة السياسية وهذا حديث سامع من بعض القيادات ارتعت القوة السياسية أن تأتي بحكومة مدنية لبرالية ومستقلة حتى تقول للشارع جئنا بحكومة وفق متبنيات الشارع ووفق مطالب المتظاهرين لكنها قررت أن هذه الحكومة لا تنجح وأن يتم استهدافها بالفساد وأن يتم مشاغبتها والذهاب باتجاه عدم الاستقرار خلال فترة هذه الحكومة حتى تفتح جبهات عديدة مع هذه الحكومة ثم تغير هذه الحكومة وتقول أنها فشلت وأنها حكومة فاسدة ويجب أن لا تتكرر التجربة المدنية كون الأحزاب الإسلامية هي الأقدر على إدارة الملف السياسي في رئاسة الوزراء اللي يمثل المكون الشيعي الأكبر في العراق هذه متبنيات بعض القوى السياسية هذا ما جرى مع حكومة السيد الكاظمي الآن هم يريدون أن يعرقلوا حكومة السيد السوداني ومرة يطالبون بانتخابات مبكرة خصوصا وأن حكومة السيد السوداني جاءت وفق نتائج انتخابات مبكرة أجرتها حكومة السيد الكاظمي لماذا نهدر ملايين الدولارات لأجل انتخابات مبكرة والسيد السوداني لم يكمل منهاج الحكومي إلى الآن نقول لك متفقين ما الداعي؟ يعني ما الهدف من إجراء الانتخابات المبكرة؟ ما يقول متفقين بالورقة الاتفاق السياسي الاتفاق الاتفاق السياسي يمر بتحديات هذه التحديات يجب أن يضع حقادة العطار في نصب أعينهم هناك لقاء سيترتب مع السيد المالكي كان من المفترض أن يكون قبل عطلة العيد وتم تأجيل إلى ما بعد عطلة العيد لبحث موضوع الانتخابات المبكرة ونفهم من السيد المالكي ما الهدف الذي ارتكن إليه أعضاء دولة القانون ليطالبوا بالانتخابات المبكرة ولماذا في هذا التوقيت بالتحديد ولكن نحن لا ندعو إلى مقاطعة هذه الانتخابات إذا ما صارت أمر واقع ونفذها السيد السوداني سندعو الناس للاشتراك فيها لكننا في الوقت الحالي نعتقد أن لا جدوى من إقامة هذه الانتخابات في نهاية هذا العام لكن بها شرط أن يقول لك الأخ السوداني لا يشترك أنت مع هذا الشرط الرجل يشتغل يقول له لا لا نريدك سنتين ومع السلام يعني ما ننطي فرصة يكمل شغله على أقل المشاريع أنا مع أي شخص أنا مع أي شخص يكمل تجربته يعني صح مو ما لنجي بريس وزراء جديد مع كل الملاحظات هناك ملاحظات كثيرة على أداء الفريق الحكومي للسيد السوداني لكن أكو إضاءات في بعض الأماكن يجب أن ينظر لها طاقم الطبقة السياسية حتى ممكن يكمل المشاريع وإذا ما كمل سهل جدا نسحب ثقة عنها في مجلس النواب طيب سؤال أنا بإعدادي للملف وصلتني بعض المعلومات مدى صحتها أنه أكو إن لم نقل مباركة ترحيب من المرجعية الرشيدة أنه يظهر هيش تيار مدني شبابي عراقي هذا اللي ربما يقودني على خفايا اللقاءات اللي صارت أبان ثورة تشري المجيدة مع المرجعية الرشيدة هل ممكن أن نتعرفنا شيء للتاريخ من ديش المرحلة بدقيقتين إذا بها مجال يعني تفاصيل التظاهرات من 2019 إلى 2021 يحتاج لها حلقتين ولكن دعني أختصر بعض التفاصيل المتعلقة بلقاء المرجعية الدينية مع فريق من المتظاهرين وكان هناك فضلاء الحوزة موجودين في النجف الشيخ البغدادي السيد حامد الخفاف السيد جواد الخوئي هواية من الشخصيات اللي موجودة في الحوزة أرادت أن تستمع إلى المتظاهرين حول الخارطة التي يراد اعتمادها من قبلهم سياسيا خصوصا وأنه المرجعية الدينية كانت تستشعر الخطر الموجود في الشارع وطالبت هؤلاء المتظاهرين بضرورة استمرار الدوام في المدارس وعدم قطع الطرقات وعدم اللجوء إلى غلق المؤسسات الحكومية كانت الرسائل المرجعية الدينية كانت رسائل مطمئنة ورسائل مسؤولة ورسائل وطنية في حينها وشددت على ضرورة حفظ السلم الأهلي وعدم التجاوز على القوات الأمنية لكن في المقابل كانت تستشعر وجود جهات تحاول أن تخلط الأوراق ما بين المتظاهرين وما بين القوات الأمنية وهي تعرف جيدا أن هناك عناصر مسلحة كانت تستهدف المتظاهرين في الشارع هذه تقريبا أبرز تفاصيل اللقاءات التي عقدت ما بين فضلاء الحوزة وفريق من المتظاهرين في مدينة النجف العشرف هل بالفعل وصل لخط أو تيار خط الوطني مباركة نوعا ما شبيه لذلك من المرجعية الرشيدة أو طرف قريب إلها لحد الآن لا ولكننا نتواصل مع شخصيات دينية في محافظة النجف وفي محافظة كربلا ونجري حراك بهذا الخصوص يتبناه الأخ حامد السيد نائب رئيس المكتب السياسي للخط الوطني كل الاحترام الله الله يحفظك لاقينا ترحيب لكن لا توجد هناك مباركة كما تعلم أنه المرجعية الدينية قد أغلقت أبوابها أمام جميع القوة السياسية ترحيب بهذه الظروف يكفي لكن أنا أريد أسألك أسألة سريعة إذا بها مجال تجاوبنا عليها هل هناك خط أحمر أو فيتو ما تسوين حواروية طرف معين فقط الجهات التي يدينها القضاء العراقي لا أنا أحكي على الجهات المشاركة بالعملية السياسية أبدا ليس هناك أي خط أحمر للتواصل مع أي جهة سياسية ما لم تكن مدانة من قبل القضاء العراقي سواء الجهة أو الشخصية التي ترأس هذه الجهة هل خط تيار أو التيار الخط الوطني هو ظهر للواجهة ضد التيار الوطني الشيعي الذي دعا لا سمحت السيد مقتد الصدر أبدا على الإطلاق خصوصا وأنه عنوان التيار الخط الوطني مسجل في مفوضية الانتخابات قبل عام تقريبا يعني نحن سلمنا للمفوضية والتيار الوطني الشيعي ظهر قبل تقريبا شهر ونصف علاقتنا جيدة مع الأخوان في التيار الصدري ونشترك معهم في كثير من المتبنيات ونحن كنا من أول الداعمين للحملة التي دعا لها سماحة السيد مقتد الصدر في نصرة الشعب الفلسطيني وإرسال مواد الإغاثة إلى غزة وقمنا بإرسال يعني مجموعة أو كمية من المواد الغذائية إلى مكتب الشهيد الصدر في مدينة الصدر وكان باستقبال الشباب السيد مدير المكتب فالتواصل موجود مع التيار الصدري بالقدر الذي يمكنه من صناعة رأي عام ونحن التواصل السياسي إلى الآن ما موجود بجملة واحدة اشتصف سماحة السيد مقتد الصدر السيد مقتد الصدر شخصية وطنية هذا لا خلاف عليه السيد مقتد الصدر أكبر من أقيمة وهو ينتهج نهج وطني ولكن أنا أعتقد وهذا رأيي الخاص أن انسحابه من العملية السياسية كان خطأا جسيما رسالة تريد تقولها للشاب العراقي سواء بالفرات الأوسط بالجنوب الكردستان شا تقول له بالوسط يعني كل المناطق الغربية يعني أقولهم احنا اجينا بهذا الخط انطلاقا من شعورنا بالمسؤولية نحن لسنا أبناء مشاريع خارجية ولن نسمح لأنفسنا أن تأخذ المشاريع الخارجية حيز من خطابنا على الإطلاق ليس لدينا خطوة حمراء مع أحد نسعى لأن نتحاور مع الجميع ونصنع مساحة حوار آمنة تضمن للجميع المعارضين والموالين أن يعيشوا بسلام وأن ندخل لمساحة رمادية يعيش فيها المواطن السني والمواطن الشيعي والمواطن الكردي بسلام وأن نقنعه بالمشاركة في الانتخابات لتغيير الواقع الموجود وللتخلص من قيادات الرؤوس البيضاء الموجودة في العمل السياسي اللهم آمين أنا أدعو الله سبحانه وتعالى لكم بالتوفيق وأبارك انطلاقتكم وصدقني أستاذ عزيزي ربيعي رئيس تيار الخط الوطني إذا استمريتوا على هذه الرؤية فأنتم ستكونوا في واجهة الرؤية السياسية العراق المستقبلية وأنا شخصيا بخطابك اللي اليوم أستمع له بكل حقيقة بكل إعجاب أني أتحدث مع سياسي متمكن ورجل دولة يتحدث بقدرة ومؤمن بأفكاره فإن شاء الله نشوفك بعلى المناصب يعني أنا مو بعيد عن رب العالم إن شاء الله نشوفك رئيس وزراء بنال خلال عشر سنوات المقبلة أو أهم الوزراء بالدولة العراقية المهم ثباتكم على هذا الموقف الوطني اللي احنا ترى نراقبكم ويشوفكم كل التقدير كل التقدير إليك لجنابك الكريم ولكل الشباب وإياك وأسعدني الحوار وإياك وعيدكم بارك أنا أسعد وكل عام وأنت بخير وكل فريق الفلوجة شكرا جزيلا أهلا وسهلا بالأستاذ عزيز الربيعي رئيس تيار الخط الوطني المبارك إن شاء الله شكرا جزيلا لكم عيدكم بارك مشاهدينا الله يحفظ العراق والعراقي نلتقيكم مرة العيد إن شاء الله مع السلامة شكرا جزيلا